هل ستشمل موازنة العام 2018 رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة وخطة لضبط الانفاق والعجز والدين العام؟ أسئلة يطرحها خبراء المال والاقتصاد ويأملون تحقيقها بعد التأخر في إقرار الموازنة وتحذيرات البنك وصندوق النقد الدوليين إلا أن الدعوة إلى عقد جلسة مخصصة لدرس ومناقشة مشروع الموازنة الاثنين المقبل قد تبدد هذه التساؤلات وتحمل أجوبة من قبل الحكومة عليها لسيما وأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفي الجلسة الأخيرة في بعبدة شدد على ضرورة إنجاز بعض الإصلاحات الضرورية في قطاعي الكهرباء والاتصالات والتي تتطلب أيضا تعديلات في بعض القوانين مؤكدا تخفيض موازنات الوزراء بنسبة 20% إقرار موازنة عام 2018 ضروري للانتزام المالي ولي ضبط العجز ووقت نامي الدين العام اليوم إذا الحكومي بدأتوا على مؤتمر بيريز أو سيدر وان عندها ثلاث خطوات بدأت تتبع أولا إقرار موازنة تكون إصلاحية ثانيا بدأت تظهر جدية معالجة موضوع كهرباء لبنان أنه كهرباء لبنان عايزة سنوية عبيكون تقريبا مليارين دولار وعبي تمثل 40% من الدين العام يعني أكتب 30 مليار ثالث نقطة أساسية بالموضوع اللي عبي طالب فيه صندوق النقد أنه تكون عمليات كلها شفافة وواضحة بالمناقصات وبالقصة الحوكمة وما إذا كهذا أحد الشروط الرئيسية بهالموضوع وقتها لبنان بيقدر يروح على مؤتمر سيدر وان أنه مصلح ومحصن بقصة أنه يضغط على الدول المشاركة إقرار موازنة العام 2018 تواجه تحديات جمّة أبرزها المهل الدستورية وإقرار قطع الحساب من العام 2016 وأن تكون لديها رؤية اقتصادية وليس الضرائبية فكيف ستكون الأرقام وما هي أبرز الإصلاحات التي يجب اعتمادها أولا العاجز بدي يكون أقل من عاجز 2017 يعني إذا كنا مثلا عم نحكي في عام 2017 كان عاجز 7500 مليار ليرة يفترض العاجز في موازنة 2018 يكون بحدود 7000 مليار ليرة هذه أول نقطة النقطة الثانية إذا كنا قصة تنامي الدين العام إذا الدين العام في عام 2017 كان يمثل 150% من الناتج المحلي يفترض الدين العام نسبة للنتج المحلي في عام 2018 يمثل 145% من الناتج المحلي ثلاث نقطة إيجابية إذا كان النمو الاقتصادي في عام 2017 ضعيف هو أقل من 1.5% يفترض النمو الاقتصادي في عام 2018 يكون جيد يقارب 2.5% أو 3% اتصالات مكثفة جرت بين جميع الأطراف من أجل البدء بدراسة مشروع الموازنة وذلك عقب اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدة وتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع بحسب المعلومات في العام 2013 للبنان أن تتجاوز نسبة العجز 10% من الناتج المحلي وأن يبقى النمو أقل من 2% وأن يصل الدين العام إلى 180% هذه الأرقام الصادمة والمخاطر الناتجة عنها مستقبليا ستحاول الحكومة عدم الوصول إليها عبر إجراءات تخفف من الانعكاسات السلبية والخطيرة على الوضع الاقتصادي